هلا وغلب المتابعين الحلوين فيديو النهاردة تكمل لزي نقدم الأكل في العزو ميتو في المناسبات والنهاردة هقول لكم ازي تقدموا الشيكين بوبس بطريقة جديدة ومختلفة بس قبل ما نبدأ الفيديو لو مش مشاركين في القناة يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد الطريقة دي في التقديم مش بس هتخلي لنا التقديم شكله حلو ومختلف لأ كمان هي طريقة موفرة جدا لان احنا بنصف كيلو صدور فراخ بس هنعمل صينية كبيرة تتحطها الصفرة مع باقي الأكل انا هنا مش بتكلم على الوصفة ولا الطريقة ولا المقادير اللي حنستخدمها في تدبيل التشيكين بوبس ولو ان ان احنا ممكن بطريقة التقديم دي ما نحتاجش لتدبيل خالص ملح وفلفل والفراخ والبقسمات اللي هنعمل بيه البانيه وبس كده لان الطعم هناخده من الصوص اللي هنقدمه مع الفراخ لكن برضه حاطلكوا لينك وصفة التشيكين بوب كورن نفسها نتوقل وقص بكل المقادير بكل تفاصيلها احنا هنا هنحتاج صينية كبيرة من صاني التقديم وحنجيب كبايات بلاستيك وحنجيب عايزين اي حاجة لونها اخضر بقدونس يتقطع صغير كبوتشا يتقطع صغير خاص اي حاجة بس نزوق بيها حوالينا كبايات انا هنا كنت منستخدمها سويتن شيلي سوس مع كاتشب مقلبهم على بعض وبحط في كبايات تقريبا ربع كباية من السوس ده طبعا السوس احنا ممكن نحط اي سوس تاني احنا بنحبه او بنفضله بس انا بفضل السويتن شيلي مع الكاتشب مع الفراخ كمان من الصوصات الحلوة جدا مع الشيكن بابس ان احنا نحط مايونيز مع بربيكيو سوس ونقلبهم مع بعض وممكن نحط مايونيز مع مستاردة وكمان برضو بيبقى حلو جدا وممكن مايونيز مع مستاردة مع كاتشب برضو هيبقى حلوة قوي ولو عندكو خلطات تانية لصوصات تنفع مع الشيكن بابس ياريت تقولولي في الكومنتات عشان اجربها وحنجيب العصاية الخشب بتاعت الشيش تووك وهنحط في كل عصاية تلاتة من الشيكن بابس ونقطعها على قد الكباية وطبعا نعمل حسابنا انه تبقى قطر من الكباية شوية عشان يبقى في مكان نقدر نمسكها بيه وهنحط في كل كباية كده عالطرف حتة من البقدونس اللي احنا راشينا بيه صينية من تحت وبكده تبقى صنيتنا جاهزة وبكمية ليلى جدا من الفراغ عملنا صينية كبيرة تتحطى على صفرتنا بطريقة جديدة وبشكل جميل لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك والشارك والكومنتات والاشراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوكو كل جديد اتمنى لكم يوم سعيد باي باي